حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأول مرة بعد أزمتها الصحية إلى أخيرة ضيفة ببرنامج معكم واللي بتقدمه الإعلامية منشزلي وتحدست ياسمين عن تفاصيل أزمتها الصحية وأكدت ياسمين إنها تفجأت من الناس الكتير اللي وقفت جنبها سواء من خلال الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من قائمة المقربين لها على أرض الواقع موجهة للجميع الشكر والإمتنان لهذه الدعوات الصادقة التي أعادتها للحياة حسب وصفها وأشارت ياسمين إلى الأشخاص التي وقفت بجانبها في أزمتها الأخيرة حيث ذكرت زوجها الفنان أحمد العودي ووالدها وابنتها ياسمين وشقيقها الكبير شريف والتي أكدت أنها أوسطه بأطفالها في شدة مرضها واللافت في الأمر هو عدم ذكر اسم شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في قائمة المقربين الذين ساندوها رغم إعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مرضها وكشف العديد من الأمور في هذه الفترة وتسأل جمهور السوشيال ميديا عما إذا كانت هناك بالفعل خلافات عائلية تجمع ياسمين عبد العزيز بشقيقها وائل عبد العزيز والذي دارت بينهما مشكلات عائلية تمت إذاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد إعلانها الزواج بالفنان أحمد العودي ومن جانبه نشر الفنان وائل عبد العزيز منشور عبر صفحته على فيسبوك قائلا هنعيش تحت أي ظرف وقبلها مباشرة نشر بوست ردا على عدم ذكر اسمه وصور له من داخل المستشفى يؤكد أنه كان من ضمن المتواجدين مع شقيقته خلال فترة مرضها موسيقى